السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم تصريحات اختيرة أسرار مهمة وبساج مهم على الأخر اليوم للأميرال القيدي العسكري القيدي في الاستعلامات سابقا الأميرال كمال العكروت في تصريحات اليوم كشف على ثورة اللي تم تعينه في المخابرات بعد 2011 أكيد يتحدى على رأسه برشة حاجات وعرف برشة حاجات اليوم كشف البعض منها اللي يتعلق بأشخاص نعرفوهم رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي رئيس حركة النهضة رجل القنوشي النهضة والمنظومة بكلها وكل إديولوجيا اللي رجعت بها كيف هو اللي حبوا يعملوا في تونس في المؤسسة العسكرية عليش تم طرده هو إلى تونقلكم وين هذي الكل كان انترفيو رائع بأتم معنى الكلمة يحكي على ما راحل في تاريخ تونس وعلى حقائق يعني صارت يمكن برشة الناس ما تعرفيش الأميرال المتقعد هو مستشار الأمن القومي شغل في الاستعلمات سابقا وكان مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الراحل البجي قد سبسي كمال العكرو تقول بأنه من اللي عينوه في منصب مدير عام المخابرات كان شغله الشاغل هو النقي بالمؤسسة العسكرية عن التجذبات السياسية تتفكرك التصريحات انت على الغنوشي اللي قال الجيش مش مضمون الجيش مش مضمون قال هذيك فخر ساعة لتونس ثاني حاجة هو عمل ما بيوسعوا انه ما يتسيسش الجيش عليش على خاطر حبوا يدخلوله لازم نعملوا النقابات في الجيش والنقابات هي البيب اللي بيش تحلوا للسياسة بيش تدخل للجيش قال زيدا انه حبوا يعملوا مساجد في الجيش وحبوا يعملوا الخمار يبدلوا معناها ازاي الانس اللي حبوا يلبسوا الخمار وبوتاتر عليش لهم بعد تولي الرجال اللي حبوا يلبسوا القميص زيدا كيف كيف هو ندخلوا في هاك المتهات وضح واقنع من خلال تصريحاته بوجهة النظره متعوي يقولك هو قال انا نصلي ولكن المؤسسة العسكرية اذا بيش تدخل فيها الجانب السياسي والديني هذي فانه بيش تصير برشة حاجة خيبين دونك قال حبوا يبدلوا اللبسة وضغطوا بطريقة غير مباشرة فكان وقته هو في الاستعلامات فالفيزا في متاعه هو عيط له وزير العدل وقته وقالوا له شنو انا عملوه قالهم هاي وريق اللي تحب تلبس الخمار ولا يلبس القميص ولا اللي هو يجي سحح ويخرج من الجيش الجيش هذي كان منظومة كاملة ما هيش بش تتبدل اليوم على خطر اكس جاء ورجعوا لتونس في منظومة كاملة دونك الجيش ميتمسش وانجح بالفعل في التصادي لهذا المخطط احكي على رئيس وقتها المنصف المرزوقي كلم وزير الدفاع وقالوا راني انا مغشش على العكروت هيدا عليش مغشش علي قال خطر مش قاد يأتي فيها في التقارير قال هو المنصب بتاع القايد الاعلى القوات المسلحة يغر يعني اي شخص فانه كفراك معنى هكال الزي اللي لابسينه وكشعاراته اللي حاتينهم وكل شيء ويصبح هو القائد الاعلى القوات المسلحة وينجم يعزل ويعين ويتصرف حتى ولو كان جزئي الا انه يغر وهذا اللي قالوا انه اغتر المنصف المرزوقي وقتها وحب يعطيه كل يوم تقارية بعثهم قال انا من من منتلقى معناه المهمة متاعه ويعرف المسئوليته متاعه ما النجمش نبعث له ما النجمش نعطي تقارير اللي واحد كتب يكتبهم له وباش يبعثهم له مستحيل كان النجم يعمل اذي خطر اسرار الدولة واسرار عباد وكل شيء فقال هو كلم وزير الدفاع ووزير الدفاع كلم العكروت قالوا الرئيس متغش عليك قالوا قلوا نجم نجيك ونقول لك انهم ضبطوا موعد مع بعضهم كيف مشي العكروت للقصر يلقى جلسة قاعة فيها مجموعة من نيس قال انا خرجت وقعت البرة وكلموا بتاع التشريفات والبرتوكول قالوا انا منجمش نقض في جلسة هكيه ونعطي اسرار الدولة وعيت للمرزوق يقالوا سيدة رئيسة ومش ممكن معنها باش نعطي اسرار الدولة في الجلسة هذي يحكي على برش الحقيقة تفاصيل وبرش حاجات هكا كنت كنا ما نعرفوهيش احنا كنت تغيب علينا دونك قال اللي هو عاملة على انه يجنب المؤسسة العسكرية تجذو بيت سياسية ولا تدخل فيها وهذا اللي تسبب في العزل امتاعه بعثوا ليبيا وقتها وهو وقتها بحكم المنصب امتاعه كان يمشي غادي في ليبيا وفي الوقت هذيك بعد 2011 ممكن تصير له برش حاجات كي اعترض قالوا ابعثني الابو الضبي قالوا لي نبعثك المصر المهم في مصر زادا قال وقتها الجنرال عبدالفتاح السيسي تاوي التهموني بالانقلاب والديوغ مبعد يعني في الوقت احكايوها الحكاية هذي اما قال كعسكري راهوا ليسا بيلي التخمين في الانقلاب ولا الجيش ينقلب ولا تلعشون مستحيل يقول زادا انه معناه بقرار من منصف المرزوقي كان مزلعات قالوا نقلناه هذي لترابلس وقال رفض بيش يمشي لترابلس معناه ملحقه عسكري وطلب انه يمشي الابو الضبي في الاخر بالكل حاصل وقبل انه يمشي الابو الضبي وبالتالي فما برشا حاجة تحكي عليهم كما قلت لكم الحجيب قال زادا انه التعامل مع موضوع تسمم الرئيس الراحل البيجي قيد اسبسي كانت تعامل غير مهاني يقول اول حاجة فخر لتونس انه رئيسها اتعالج في مستشفى تونسي المستشفى العسكري بقدرات تونسية وكفاءة تونسية ويقول هو اختار المستشفى العسكري رغم انه اغلب رؤساء الدول يختاروا العلاج يعني في دول في الخارج ولكن الرئيس الاسبسي وقتها قال هو اختار ما يمشيش الدول الاوروبية ولا اي دولة ويمشي على حساب الدولة رأى والرؤساء كتمشي الداوي يمشيوا على حساب الدول المتاعهم لكن هو الاختار انه داوي في مستشفى تونسي يقول حقق السبسي نجاح التونس على المستوى الامني والدفاع والعكروتي يقول بانه اول قرار تم اتخاذه بعد الاجتماع اول امتاع المجلس الوطني للامن في 12 فيفري 2015 هو التسريع في اصدار قانون مقاومة الارهاب واستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال وهو ما جعل تونس تشهد نجاحات امنية ضد الارهاب على حد تعبيره الاميرال عكروت حكي على برشانيس حكي على رشد الغرنوشي وقال وهذا تصريح حكينا عليه قبل كان حاضر في قناة التلفزية حطوله تصوير رشد الغرنوشي قالوا شنو تقوله وقته هو رئيس البرلمان رشد الغرنوشي قالوا نقوله اخرج من البيب الكبير اخرج من البيب الكبير قال هو ما اسمعش لكلام ما اسمع كلام حتى حد احاوك خرج من البيب الصغير يقول معناها مع وقت اللي يمشي للمنفى في بريتانيا سافر شنو وقته ده مغجوه ومدمغش بتبيعته ومشي لبريتانيا وكيف رجع رجع حاب ينتقم من تونس حاب ينتقم من تونس ويعمل فيه اللي يحب عليه ويرجع الثارم تيه يقول زيد على المرأة تونسيق والاكبر جنيرال في التاريخ هي مرأة تونسية واللي هي الكهنة ويقول لمرأة ما هيش مكملة واثبتة الكفاءة امتاحها في خصوص قضايا اخرى على المغرب والجبت البوليساريو يقول المغرب ظهرت لي اللي هي تلقت على تونس اكثر منها معناها حاجة اخرى يقول برشا يعني كلم الحقيقة هو معناها الشيق جدا الحوار اما نقطة مهمة ونقطة استفهام هنا تتعلق برئيس الجمهورية قيس سعيد الامير المتقعد من الجيش الوطني كاميل عكروت يقول ملف الاغتيالات السياسية قلت للرئيس قيد سبسي انعديوه للمحكمة العسكرية خليها تفضوا يقول الححت لكن بعد مرض الوجي قيد سبسي وقعد الملف عند القضاء المدني يقول كيش هذا الرئيس قيس سعيد عديت له الملف وقمت بخدمتي ملف الاغتيالات عند رئيس قيس سعيد فبالتالي وينوصل وشو عمل في قيس سعيد وعليش مسمعنيش عليه حتى شيء ومفهمش تطور عكا ومشوفنا عليه حتى